ما هي الأهمية الستراتيجية لهذا الجسر جسر القائد على نهر الفرات في منطقة جرفة صخر بعد أن اجتازه ثغرة كربلة ولماذا اعتبره الأميركان المفتاح الأول للوصول إلى بغداد جسر القائد الذي أنشئ بممراته الأربعة في منطقة الجنوب الغربي مسافة 30 كيلومتر عن من؟ عن بغداد ويعتبر مسافة قريبة جدا وأفضل معبر لهم على المفتاح للوصول إلى تقاطع رقم واحد اللي هو اليوسفية وأيضا الانتقال إلى تقاطع رقم ثمانية تقاطع غرب بغداد والذي سمي لدى الأميركان بطريق القديسين هذا يؤمن لهم الوصول إلى مطار بغداد الذي اسموه الهدف الأسد ولهذا هذا الجسر حتى كان ذو أهمية كبيرة عند القيادة العسكرية لإدارة المعركة الدفاعية القيادة العسكرية من؟ لكن أهمية الجسر للأمريكان كان بالسيطرة عليه قبل تدميره حتى يوفر الوقت للفيلق الخامس الأمريكي بعدم الحاجة إلى نصب أو تدسير جسر آخر على الفرات ولهذا اعتبروه هو المفتاح الأول لخطة احتلال بغداد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة